اهلا بكم مشاهدينا في اولى حلقات البرنامج الاخباري اليومي ظلال الخبر ظلال الخبر يأتي ضمن باقة برامج قناة الساحل الجديدة والتي اطلقت بالتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال المجيد ظلال الخبر مشاهدينا يناقش في اولى حلقاته حدثا اخر جعل فرحة العيد عيدين لدى عمال قناة الساحل وهو توقيع عقود عمل كسابقة تاريخية بالنسبة للاعلام المرئي الخصوصي ظلال هذا الخبر بالذات تجاوزت حيز القناة لتمتد الى جغرافيا الاعلام الموريتاني الخصوصي منه والعمومي من اجل تسليط الضوء اكثر على هذا الموضوع والنقاش حول وضعية الصحف الموريتاني ماديا ومعنويا استضفنا لكم مشاهدينا المعني الاول بالاهتمام بهذه الحقوق وتفاصيلها نقيب الصحفيين الموريتاني احمد طالب للمعلوم اهلا بك ضيفنا الكريم اهلا بكم سيد نقيب كيف وجدتم وقع هذه الخطوة التي اعلنها المدير العام لقناة الساحل اه ابان اطلاق باقة برامج القناة الجديدة بالتزامن مع عيد الاستقلال يوم امس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا شكرا لقناة الساحل الرائدة اه الله اسأل لها التوفيق امين في مهامها الصحفية امين واهنئكم زميلي وزملاء في القناة بعيد الاستقلال الوطني شكرا لكم وعيد مبارك سعيد هذه الخطوة التي حضرتها ليلة البارحة وكان وزير الثقافة حاضرا ايضا وبعض الشخصيات الاعلامية اعتبره حدثا مفصليا في تاريخ الصحافة الخصوصية بعيدا عن يعني اي مجاملة كان الحدث مهم بالنسبة لنا خاصة في لقابة الصحافية الموريتانية انتم تعلمون اننا في لقابة الصحافية الموريتانية همونا الاول وشغلنا الشاغل يتعلق بالصحافيين وظروف عمل الصحافيين الدفاع عن حقهم المادية والمعنوية لذلك كانت شكلتنا هذه العقود البارحة التي سلمت العقدة الثانية منها لزميلة حان الفال الصحافية المتميزة المعروفة ايضا في القناة من زمن فرحتنا لا تصف بهذا الحدث النشار لانه بالحقيقة خطوة في الاتجاه الصحيح ارجو ان تحذر القنوات والمؤسسات الاعلامية الخصية حذوها هل كانت ضمن تنسيق عام شاركت فيه النقابات الصحفية بما فيها النقابة والرباطة الرابطة ام انها كانت خطوة فردية او مبادرة قامت بها قناة الساحل وانتم تباركونها نحن في هذا المكتب بعد وصولنا للقيادة النقاط الصحفيين عدنا اتصال بالقنوات وكانت القناة الساحل من القنوات لمؤسسات العامية التي زرناها واجتمعنا بعمالها وقبل سنتين تقريبا ومع مديرها العام اليوم نعتبر ان هذا النقاش في ظل ارادة جديدة للقناة وحضور يعني متميز للصحفيين والادارة للقناة ساهم بشكل كبير في وجود هذه العقود او في ابرامي هذه العقود مع الصحفيين مارسوا المهنة منذ اكثر العقد من الزمن تحرير الفضاء السمع البصرية منذ ميزة علاقة من الزمن وممارسنا المهنة في ظروف صعبة جدا بدون عقود بدون رواتي بدون حقوق لذلك اعتقد جازما ان القناة وادارة القناة كانت مهتمة بشكل كبير رغم اننا تواصلنا مع المدير العام زميل فاضل ومن هذا المنبر احييه واربعه القبعة لهذه الخطوة لان تهمنا نحن ما يهمنا هو وضعية الصحفيين ان يكونوا في ظروف جيدة لتأدية مهمهم على حسن وجه لذلك اعتبر ان هناك نقاش وحوار جرى من لدن نقاش الصحفيين والموريتانيين مع المؤسسات العالمية ومع الشركاء في الحقل بشكل عام بالشقيه العمومي والخصوصي اعتبر ان النقالات الساحل كانت سباقة لتلبية النداء وكانت سباقة للنظر في حقوق هؤلاء وفي ابرام هذه العقود لان الجانب البشري يعتبر الركزة الاساسية التي تقوم عليه هذه المؤسسة جميل ذكرتم بان ابرام هذه العقود جاء من اجل انصاف الصحفيين عملوا في هذا الحقل وخصوصا الاعلام المرء الخصوصي لمدة تزيد على العقد من الزمن هل هذه الخطوة جاءت لهذا التتويج لتتويج هؤلاء ام انها خطوة تمثل بداية منهج جديد وبالتالي نحن يوم امس رأينا ان بعض الصحافة الذين ابراموا هذه العقود لم يكنوا من ضمن اولئك الذين خدموا لمدة عقد من الزمن مهما يكن مهما يكن مهما يكن لا تخص هؤلاء هل هي نهج جديد سيشرك الجميع مهما يكن انتم تعلمون ان الاولوية ستعطى للصحفي والعاملين والعاملين في العمية عمية صحفية بشكل عام سواء كان صحفي او فني او مصور كل هؤلاء هم يعني العمل الصحفي بحاجة اليهم هذا ادرى به الادارة القناة ولكن اعتقد ان الاشخاص الذين قدمت لهم الليلة البارح التي حضرت على الاقل جانب من من تقديم هذه شخصيا قدمت العقد الثاني لزميلة خابرة الميدان حسب اعتقادي كثيرا وكانت موجودة هناك اشخاص قد تكونوا لقناة بحاجة لهم هذا لا يفسد الودة قضية الامر لا يتعلق بالودة انا فقط اريد ان افهم هل هذه العقود جاءت تتويجا لخدمة هؤلاء ام ان هذه العقود هي بداية نهج جديد سيتبعه الاعلام سواء بالنسبة للصحافة القدمة او الجدد اعتقد ان هذا نجح رسم طريق واضح لمعالم بين القسمات في الاتجاه الصحيح هي خطوة جريئة اعتقد انها خطوة جريئة لانه اكثر من عقد من الزمن لم نرى عقود اول عقد احضره او اراه مبرم في اطاري منذ تحرير المضاء السمع البصري ما اكثر من عقد من الزمن اول مرة ليلة البارحة في عيد الاستقلال البطني وانتم بتقديمك الان قلتم بان العيد عيدين بالنسبة للصحفيين قلات الساحل عيد بعيد الاستقلال البطني اللي هو يغمرنا جميعا فرحة والنشوة بفرحة الحرية ونعتاق العيد الثاني هو عيد تمسك يعني فرحة وجود عقد فيه الحقوق فيه التقاعد فيه يعني ما يترتب على موظف رسمي وهذا الشيء خطوة مهمة تجعل الصحفي قادر على ان يقدم الخدمة الصحفية بشكل جيد وبارطياح كبير وهذا ما نسع عليه في نقابة الصحفيين الموريتاني لان همنا الوحيد هو الدفاع عن حقوق المادية والمعنوية للصحفيين والكفاح دؤوب مع رباب العمل من اجل وضعهم في ظروف جيدة انتم دائما تكافحون من اجل حقوق المادية والمعنوية للصحافة ويوم امس حضرتم لخطوة تلبي مطالبكم ضمن هذا الكفاح الذي تكافحون لكن ما هو دور النقابة الان هل هي ستبقى تطالب بعقود بالنسبة لبقية القنوات ان تلتحق بقناة الساحل ام انها ستناقش مضمون هذه العقود نفسها وتحاول ان تحسن من شروط هذه العقود نحن سنعمل على الجانبين سنعمل على التحسين لاننا دوما نسعى الى التحسين نحو الافضل وهذا طبيعي ايضا سنسعى بجانب الآخر لانتحذوا القنوات والمؤسسات الإعلامية ليست القنوات وحدها هناك صحف هناك مؤسسات الصحافة الإلكترونية حتى في المؤسسات العامية العمومية بما يتعلق مدول المتعاون هو يعتبر النقطة الاولى في عريضة مطلبية لدينا من 19 مطلب لذلك نحن ننظر الى هذا وهذا وهذا وذاك بنفس النظرة نحن نسعى دوما في النقاش والحوار والحديث مع أرباب العمل من أجل إبرامي عقود للصحفية من أجل بضعهم في ظروفهم تسمحوا لهم بكادية واجبهم على أحسن كما نسعى أيضا بجانب العمومي إلى إبرامي مرتنت أو رسمنت ترسيم مئات الصحفيين لمؤسسات العامي العمومي وهذه النقطة تريد أن أسألكم عنها والوزارة هل قناة الساحل أحرجت هذه القنوات العمومية بواجب التعامل مع عمالها وهم كانوا يتظاهرون قبل فترة وتظاهروا مرارا وتكرارا من أجل هذه المطالب لا أريد استخدام عبارة تحرجوا ولكن أنار لهم الضرب يعني وضعوا بصمة إيجابية في هذا الاتجاه وتحسب لقناة الساحل وإدارة قناة الساحل لأن هذه القطوة تعتبر في هذه الضربية بالذات خطوة جيدة وبالمناسبة إن وصل ملف هؤلاء بعد أن تعهد لهم الوزير وأن هناك لجنة عاكفة هؤلاء 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 هل تابعتم طبعا تابعنا ونحن شركاء مع الوزارة إلى أن وصل إلى حد الساحل شركاء مع الوزارة في تحديد الرؤية لترسيم هؤلاء المتعاونين الوزارة عمدت حسب لقائي بالوزير ارتقيت مع الوزير الثقابة في هذا الشهر مرتين وتحدثنا بإسهاب عن موضوع المتعاون لأنه الشغل الشغل بالنسبة لنا وتعحد بأن هناك تعليمات علية من فخامة الرئيس الجمهورية محمد الشيخ بازواني بحل هذه المشكلة ولكن هذه المشكلة ليست سهلة وتراكمات بفعل تراكمات إدارات مختلفة لعقود من الزمن حال حالة هذه المشكلة يجب أن يكون في بعض التروي للا ترتكب في أخطاء أخطاء مثل ماذا؟ كما تحدث معنا الآن ترسيم من ليس لهم الحق في ذلك أو عدم أخذ معايير الأقدمية الأقدمية والشهادة والدور وحتى الانتاج كفاءة والانتاج بذلك أعتقد أن هناك دراسة أو هناك لجنة ستدرس الموضوع بعناها تتألف هذه اللجنة تشكل من القطاع الوصي ومن الممثل عن المؤسسات الإعلامي العمومي ومن وزارة المالية يعني قطاعات الوزارية المعانية بهذا الموضوع لذلك هذه اللجنة ستدرس بعناية هذا الموضوع أنت تعلم أن آلاف الأشخاص مثلاً ألف وخمسمائة ألف وستمائة ألف ونمائة متعامل لا يمكن حل مشكلتهم في بيناع الشيطان وضوحها لذلك يجب أن يوجد حل لبعض هؤلاء على مراحل على مراحل وأخذ أيضاً الأسباقية والمعايير التي يجب أن لا يشعر أي منهم أنه موليسي للضهر لذلك هنا هم زملاء يعني مستعجلين على حل القضية وبعضهم يقول يمكن أن تحل غداً هذا غير ممكن لأن تراكم الثلاثة لسنة ملف ضخم كبير جداً وله قدر من الإنزلاقات لذلك أعتقد أن الوزارة والقطاع الواصي الآن يوجد على قيادته شخص متمرس يعني أول نقيب صحفي يعني وخبر الميدان ومعه مستشارين أنتم تعلمون أن هناك محاطب بعض الإعلامي أعتقد أن الذي لم يجد طريقة وإن الحل فسنكبر عشراً على هذا الحق على هذا الحق بشكل نهايي بشكل نهايي نعم فيما يتعلق بملف إصلاح صحافة الذي عكف صحفينا لمدة طويلة على إجازي إلى أين وصل هذا الملف؟ تقصد لجنة إصلاح صحافة طبعاً أنا أعتبر أن تشكيل لجنة إصلاح الصحافة من لدن البخام في رئيس الجمهورية كان بداية الخطوة الأولى هذا التقرير أنتم تعلمون أنه تقرير من تقرير كبير جداً وكان في تشاور وعهد إلى رئاسة هذه اللجنة بأحد العمداء محمد أحمد الودادي من الرعيل الأول من الصحفيين كاتباً صحفياً دبلوماسياً وزيراً بالثقافة يعني خيبر البيدان صحيح واستشارة العمين الأجيال الصحفية والمؤسسات الصحفية أظن كان معه عبد الله ولمحمد طبعاً معه يعني طاقم يعني متميز من الصحفيين من الأجيال المختلف الأجيال بالتالي أنا أعتقد أن هذا التقرير بدأنا منذ ما يقالب سنة أو سنتين سنة وصف أو سنتين نقضي في ذمار هذا التقرير والله تبارك وتعالى قال هاتوب ونهاركم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين كنتم صادقين وبالتالي أعتقد أن عادة هيكلة الهبا سلطة العجلة الصحفية والسلطة العتباصرية أعتبره أنه من نتاج هذا التقرير أعتبر أن عادة النظر في المؤسسات الإعلامي العمومي يعني أنظمة الأساسية ويعني عادة النظر في رواتبها بدرجة أنه هناك من تضاعفت أجورهم منذ تقريباً السنة تضاعفت الأجور يعني في وقع المؤسسات العامي العمومي بالنسبة لمؤسسات العامي طبعاً هناك من تضاعفت أجورهم في السنوات الأخيرة أغلب موظفين في هذه المؤسسات ضعفت أجورهم قبل سنتين أو سنة ونصف تطبيقاً لهذه الأنظمة الأساسية ووضعت حداً أيضاً التحكم الإداري أرباب العمل في عناق العمال لذلك حينها أصدرنا بياناً نثمن هذه الخطوة لأنها لا يشكل الناس لا يشكل الله أيضاً هناك تحرير قانون الصحافة الإلكترونية وقانون الصحافة المهنية الذي كنت من ضمن لجنة كانت في زمن مع الوزير مختار الداهي كان حينها وزيراً لتقافة رأسها اللجنة للنظر إلى البطاقة المهنية والصحافة المهنية من أجل أيضاً تمهين الحقل لذلك أعتقد أن القرار الأخيرة تشكيل الحكومة الأخيرة يعني العهد بالوزارة إلى شخص خبر الميدان أعرف أنه في هذا السبيل أن هناك رؤية وتوجه سلطات العلياء من أجل حل مشاكل هذا الحقل وكان آخر هو إعطاء الأوامر بحل مشكلة المتعاون نحن سعداء على الرقم من كل هذا سنسعى أيضاً للتحسين من وضعات الصحافيين من وضعات العاملة للحقل من أجل أن تؤدى خدمة الإعلام للجمهور بشكل جيد ونوعي هذا فيما يتعلق بالحقوق المادية طبعاً معنوية لكن كيف ستنظمون الحقل حتى يكون من يوجد في الحقلهم الصحفيون حقيقي هذا سؤال مهم جداً ولكن أريد أن أبين شيئاً أريد أن أبين أننا في نقاب الصحفيين موريتاني لسنا المسؤولين الدرجة الأولى عن تميل الحقل ولكن نضع بصمة يعني نناقش نتشاور نوجه رسائل توضيحات لشركاء في هذا الحقل والقائمين عليه نحن مثلاً في الانتساب المفتوح مؤخراً وضعنا شروط الانتساب للنقاب الصحفيين يتطلب على الأقل أن يكون فيه عشرة أعمال صحفية للصحفيين الذي يطلب الانتساب للنقاب الصحفيين أن يكون له على الأقل شهادة فوق البوكورية أن تكون له أكثر من خبرة هذه السنوات يعني شروط من أجل الولوش أو الانضمام للنقاب الصحفيين هذا ما لدينا بعيتم في هذه الشروط أن يكون شخص صالح يعني صالح مهني للصحفي مهني لا يعني الانتساب من قبلنا يعني لسنا مسؤولين عنه ولكن قد نفكر أو ذكرنا عدة مرات في إعادتي غربلتي ولكن الوقت أعتقد أنه لم يحن بعد في انتظاري أن تصدر بطاقة الصحفي المهني حينها سنعرف من هو الصحفي نستطيع أن حدو مثالي في الدول المغرب العربي عدد الصحفي الموريتانيين لم يستطيع الإجابة فقد قلت ما يستطيع الرغم أعطاه هو منتسبين لقابة الصحفي الموريتانيين الذي وصل اليوم إلى حين الحديث معكم 1456 منتسب إلى حد الساعة إلى حد الساعة لذلك لا يستطيع أن حدد ولا حتى القطاع المعني تحدد إلى عدد الصحفيين لأن القطاع مفتوح على مصراعيه لمن هبوا دبوا وهناك صحفيون مهنيون وهناك أدعياء لمهنة وهناك ما بين هذا لغسفه واختلط به لغسفه بسمين نحن نسعى في نقابة الصحفي الموريتانيين من أجل تمهين هذا الحقل وغلب بلته بطريقة حضارية قانونية مدنية لا يشعر فيها البعض بظلم لذلك سنواصل في هذا الاتجاه البعض يقول بأن هناك طريقة بسيطة لحل هذا المشكل وهو توجيه الصحافة للعمل الصحفي الحقيقي وبالتالي سيسرخ الصحفيين غير الحقيقيين أو الصحفيين غير القادرين على تأدية المهنة ما دامت هناك أعمال ميدانية أو إنتاج حقيقي للصحافة سيخرجون بأنفسهم لأنهم لن يكونوا قادرين على الإنتاج حينها وأن ما جعل هؤلاء أو ما يسمون بأدعية الصحافة وجودهم في الحقل هو أن حتى الصحافة ونفسهم لا ينتجون العمل الصحفي الحقيقي المهني الذي يجعل دعياء الصحافة لا يمكنهم الولوج إلى الحقل أنا أعتقد زميل الفاضل وأخي الكريم أعتقد أن قاون الصحفي المهني نحن ننتظر من حين لآخر صدور المراسم المطبقة لهذا القانون هذا القانون سيميز سيكفينا شرة هذه الخربطة وهذه الميوعة لأنه سيحدد عبر هذه البطاقة من هو الصحفي أنت الآن لو أخذت بدلة شرطي وبدأت تنظم سيقال بأنك مجنون لأنك لست شرطي وليست عنصر أمن ومرور لكن هذا ينتفي في عالم الصحافة الصحافة نحن قرابة الخمس ملايين وأغلب هؤلاء السكان لديهم هواتف ذكية قادر أي واحد من يكون صحفيا من يمنعه من ذلك لكن هذا القانون عندما تحدثنا أيضا مع القطاع المعني وننتظر من حين لآخر هناك أعتقد العمل الجاري من أجل إصدار هذه المراسم التطبيقية حينها أعتقد أننا سنعرف من هو الصحفي لذلك يمكن التنظيم أكثر ويمكن الإجابة حينها على سؤالكم لأننا لأننا نتعرف على من هو الصحفي سيخرج يعني أدعياء المهنة سيخرج أيضا بعض الموظفين الذين يعني قد يمارسون المهنة بالهواية بالهواية إما يختارون العمل الصحفي كانوا يعشقون هذه المهنة بالفعل وهم قادرون على تدية المهام الصحفية أول وظيفة التي هم أصلا يمارسون يقتاتون ويرتزقون منها لذلك أعتقد أن القانون الصحفي المهني سيضع حدا لهذه الميوعة ولهذه الفوضة الخلاقة التي اختلط فيها الغث بالسمين والحابل وبالنابل وعبارات كل العبارات التي توحيب أن هناك يعني خلبطة في الحقيقة لم يوقع الكثير من الوقت أريد أن أسأل أنتم في الشهر الماضي أظن أن أعلنتم عن تجديد عن موعد تجديد المكتب النقاب هذا الموعد لماذا اخترتمه بعد في الشهر الخامس من السنة أظن طيب لماذا اخترتم التوقيت بالضرط طيب ولماذا تأخر أصلا طبعا جيد نحن أصلا من يعني مؤمورية والعهدة من ثلاث السنوات وهناك مكتب تنفيذين من 17 شخصا هم الذين لهم الحق نظام الأساسي بأن يقرروا بعض الأمور الإجراءات التسييرية لهذه النقابة كان كنا نتوقع أن نجري انتخابات تنتهي في الثامن عشر من يوليو لكن تزامرت مع الانتخابات الرئاسية وما أدرك من الانتخابات الرئاسية وإكرهات الانتخابات الرئاسية وانشغال الصحفيين حتى أيضا من الجانب اللوجستي والتنظيمي نحتاج إلى قطاع أو قطاعات قادرة على أن تساهم في تمويل وهذا المؤتمر يعني المؤتمر يعني في انفاق كثير لضيوف قادم الخارج يعني احتاج لتنظيم وأن يجد الصحفيين أنفسهم يجدون وقتا لتعبيره عن عرائهم في الترشح في الانتساب في الاقتراع وإيضا أن تكون هناك قطاعات وزارية مشاركة لنا قادرة على أن نتواصل معها من إجراء التنظيم لذلك خرر المكتب التنفيذي أن تكون تم تأخير هذا المؤتمر الخامس اختاروا مايو لأن أيضا يجب أن يعلن قبل الاقتراع بستة شهر يعني لذلك كان الاجتماع لمكتب التنفيذي قرر لأن مايو سيكون فترة مناسبة يعني قبل العطلة الصيفية وفي نهاية السنة الدراسية وستكون الحكومة حينها أمضت عدة شهر وقادرة على أن تتواصل معنا وأن يكون لدينا متسع من الوقت لتنظيم هذا المؤتمر تنظيما جيدا شفافا أن يشارك فيه الجميع ودعونا الجميع نحن الآن فتحنا الانتساب مدة شهر وخمسة عشر من التظلم وأيضا لمن يريد ومن هذا المنبر وأكد للزملاء الذين انتسبوا من قبل عليهم من أراد منهم أن يترشح أو يقترع أو يساهم أن يقدم ورقة أو على الأقل رقمه الوطني وصورة له من أجل أن تكون هناك عملية شفافة يوم الاقتراع ماذا أحمدنا سيد أحمد يريد أن يقترع وكان مسجلا أصلا يجب أن يراسل يمر بالنقابة يراسلها برقمه الوطني لكي نتأكد أن يوم الاقتراع أن أحمدنا سيد أحمد ونفس أحمدنا برقمه الوطني وميزه لأن الأسماء الموريتانية والأسماء يعني تكون متكرر نفس اسم عبدالله والمحمد عبدالله والمحمد متكرر لدينا المختار والمحمد لذلك نحن نحاول أن نجد وقتا أيضا من أجل تنظيم شفاف وجيد لأن يختار صحب يوم يعني من يسير هذه النقابة هذا من ضمن الأسباب التي جعلت أن يكون في تأخر عدة أشهر وهذا شيء عادي يعني نحن لآن نحن لنقابة أستأول نقيب لا أعتقد 2009 اليوم 2024 يعني معدل يعني معدل بقاء النقيب يعني في العهدة حوالي أقل من أربع سنوات لأن عادة ما يكون فيها بعض الأمور التي تطلب من المكتب التنفيذي يتخي قرارا ولو الحق في ذلك في اختيار فترة مناسبة قادر على أن ينظم فيها هذا المؤتر بشكل جيد ويتيح للجميع مشاركة يعني فعالة ويعني ونزيها في تقارير دولية في المرة الماضية ذكرت أن الصحافة الموريتانية تربعت على عرش في حرية التعبير طبعا في موريتانيا على عرش العالم العربي والإفريقي أنتم هل تلمسون ذلك كواقع طبعا في مجال الصحافة أنتم كنقي طبعا بالنسبة لتربع موريتانيا ليست المرة الأولى ولكن هذه المرة حاصلتها من قياسيا حتى على بعض الدول الأوروبية الديمقراطية يعني تجاوزت بعض الدول الأوروبية احتلت المرتبة كانت عربيا قبل هذا ولكن الآن عربيا وإفريقيا هذا لا يمكن يأتي تجريد الاعتباطا مستحيل يعني العمل على الترصان القانونية على التنظيم الجيد على فضاء الحريات على إرادة سياسية لنسمي الإشاء بأسمائها هناك إرادة سياسية من إنشاء هذه اللجنة يعني إعطاء القوس لباريها هذه الأمور كلها أنتم مثلا في قناة الساحل أعتقد أن وجود صحفي متميز مكن ساهم في أن تبرم هذه العقود لا أخافه من شأن أي أحد ولكن أعتقد أن الإرادة السياسية عندما تكون حاضرة بالتأكيد سيساهم في حال حالة هذه القضايا لأن يعني 2021 إن شاء لجنة صلاح الصحابة كانت هناك إرادة سياسية لحل مشاكل الحق لكن هذه الحل لا يمكن أن تأتي أخي الكريم وزميد الفاضل في دفعة واحدة يجب أن الأمور أن تأتي الأول فالأول والأول عودة إلى العقود التي أبرمت مع عمال قناة ساحل وهم 25 شخص في مرحلة أولا كما ذكر المدير العام لقناة ساحل في خطابه وتعهد بإبرام عقود مع بقية العمال في الفترات المقبلة هل هناك قنوات أبدت استعدادها لإبرام عقود مع عمالها قنوات خاصة حتى الساعة حتى الساعة أخي الواضحة زميلي لا علم لي حتى الساعة بخطوة كهذه أعتقد أن هذه الخطوة ستكون بارقة أمل وفاتحة خير لقنوات الأخرى الطريقة التي استطاعت لها قناة الساحل أن تبرم 25 عقدا يعني هذا قياسي بالمقرن مع اللاشي مع اللاشي مع اللاشي لذلك أعتقد أن هذه خطوة جبارة يجب أن أن يروه بها كما قلت لكم سابقا من لا يشكر الناس لا يشكر الله وكيف ستستغلها نقابة صحفيين في العمل النقابي من أجل حث القنوات الأخرى على إبرام عقود أو حتى المؤسسات سنربعها مثالا إيجابيا في كل مرة في كل لقاءاتنا أن هناك قد استطاعت أحد القنوات الفضائية الموريتانية أن تبرم 25 عقدا وهي تنوي المزيد من العقود لذلك نأمل أن تكون هناك قنوات قادرين على أخذ إبرام هذه العقود لكن هناك بعض المشاكل قد تكون تحول دون ذلك ولكن أتمنى أن تحذو بعض المؤسسات الإعلامية قنوات وبعض المؤسسات الأخرى المقاولات الصحفية في إبرام عقود لهؤلاء من أجل أن تقدم المؤسسة خدمة إعلامية نتمنى ذلك ونتم أنجح المجال الإعلامي في موريتانيا وأن يجد الصحفيين حقوقهم المادية والمعنوية وأن يتمتع البلد دائما بحرية التعبير ومناخ حاض للصحافة الحرة المسؤولة كان لنا الشرف أن يكون نقيب الصحفيين موريتاني نحمد طالب أول ضيف في أول حلقات برنامج ظلال الخبر الذي بدأ للتو وهو برنامج يومي تحليلي ستواصل قناة الساحل تقديم هذا البرنامج مع بقية الزملاء وإلى أن يضمني وإياكم موعد جديد في حلقة جديدة من برنامج ظلال الخبر هذه تحياتي اشتركوا في القناة